موسيقى يسعد صباحكم مشاهدي صباح الخير يا وطن بداية أسبوع الجديد وشهر الجديد بأبرز أهم مقالة صحف الإمارات وصحف الخليج بعددها الصادر ليومنا هذا الواقع 1 نوفمبر نفتتح صباحنا معكم بجريدة البيان ونقرأ من الصحيفة 500 مليون درهم قيمة المشروع البالغة مساحته مليون متر مربع محمد بن راشد يطلع على تطوير الشواطئ العامة في دبي أيضا من الصحيفة نقرأ شهد ورشة عمل مع 45 موهبة إماراتية استثنائية خالب بن محمد بن زايد يلتقي الدفعة الأولى من المواهب الإماراتية في نيكستيك وأيضا نقرأ من الصحيفة راشد نايمي يدشن طائرة توفر بيانات دقيقة في التخطيط الحضري الإمارات تنضم إلى تحالف المحيطات لحماية البيئة البحرية حول هذا الخبر انضمت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى التحالف العالمي للمحيطات الذي أطلقته المملكة المتحدة بهدف تعزيز حماية المحيطات والبيئة البحرية عالميا من الضغوط التي تواجهها كالتلوث والتغير المناخي والصيد الجائر لما تمثله من قيمة اقتصادية وبيئية عالية الأهمية لاستدامة كوكب الأرض ويتألف التحالف من 32 دولة عضوا ويدعو ضمن استراتيجية عمله إلى حماية 30% على الأقل من المحيطات حول العالم بحلول 2030 عبر التوسع في المناطق المحمية البحرية تعد لإمارات الدولة الوحيدة التي تنضم للتحالف في منطقة الشرق الأوسط ما زلنا في البيان ونعود إلى الصحيفة لنقرأ دفاع مدني دبي والاتحاد للقطارات يتعونان لسلامة شبكات السكاك الحديدية وقع العميد جمال بن عاضد لمهيري المدير العام للدفاع المدني بالإنابة في الإدارة العامة للدفاع المدني دبي ونشأت البداونة وهو المدير التنفيذي لقطاع الصحة والسلامة والأمن في شركات الاتحاد للقطارات وقعوا مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي وشركة الاتحاد للقطارات المطور والمشغل لشبكة السكاك الحديدية الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة هذه المذكرة تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الطرفين بشأن تقديم خدمات السلامة لشبكة السكاك الحديدية الوطنية وذلك من خلال إنشاء برامج مشتركة من شأنها أن تحدد إجراءة السلامة والتدابير الوقائية المناسبة واللازمة لحماية الوطنية والركاب وجميع مستخدمي شبكة السكاك الحديدية وذوي الصلة المباشرة بالمناطق الآن مشاهدين ننتقل إلى صحيفة الاتحاد لنقرأ الخبر الأبرز في الصحيفة اليوم على الصعيد العربي رئيسة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة تقول لصحيفة الاتحاد أن الانتخابات العامة هي هدف الحوار الليبية أكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة البعثة الأممية للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز أكدت أن الليبيين هم الضامن الأول لأي اتفاق مشددة على أن اتفاق وقف إطلاق النار في جونيف أعطى مهلة تسعين يوما لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب من ليبيا وأوضحت ويليامز في حوار لصحيفة الاتحاد أوضحت أن هدف ملتقى الحوار السياسي الليبي هو الوصول إلى الانتخابات العامة باعتبارها السبيل الأفضل لعادة القرار إلى الشعب الليبي وتؤسسه لمرحلة ديمقراطية بحيث يتمكن الليبيون من اختيار ممثلهم الحقيقيين وتجديد شرعية المؤسسات الآن نقرأ من صحيفة الخليج بقسمها الاقتصادي البنك الدولي يؤكدوا أن الإمارات الثانية أكبر مصدري التحويلات المالية عالمياً حلت الإمارات في المرتبة الثانية عالمياً بين أكبر مصدري التحويلات على مستوى العالم وذلك بحسب تقرير حديث البنك الدولي ضمن تقرير الهجرة والتنمية بتحويلات وصلت قيمتها إلى 44.96 مليار دولار في 2019 وأظهرت بيانات البنك الدولي أن التحويلات تراجعت في العام الماضي بحوالي 2.4% عن مستوياتها في 2018 التي بلغت 46.1 مليار دولار تأتي الولايات المتحدة الأمريكية في استدارة بتحويلات وصلت قيمتها إلى 71 مليار دولار في العام الماضي مقابل 67 مليار دولار في 2018 ما زلنا في الخليج ونقرأ هونغ كونغ تنقل ملف صنع في الصين إلى منطقة التجارة حيث أعلنت سلطات هونغ كونغ أنها ستلجأ إلى منظمة التجارة العالمية اعتراضا على طلب واشنطن منها أن تضع علامة صنع في الصين على صادرتها الموجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وأصدر رئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارا في حزيران يونيو يعتبر فيه أن المدينة لم تعد تتمتع بشكل كاف بالاستقلال الذاتي عن بر الصين مع فرض بكين قانونا أمنيا جديدا في المدينة يعكس اعتقاد واشنطن بأن هونغ كونغ هي الآن مجرد مدينة صينية ولا تستحق امتيازات تجارية خاصة وتنص القواعد الجديدة على أن منتجات المدينة التي كان يسمح لها في السابق بحمل علامة منشأ صنع في هونغ كونغ تحتاج الآن إلى وضع علامة صنع في الصين الآن إلى صحيفة الأنباء الكويتية ونقرأ من الصحيفة مسؤولون يابانيون يجهزون للسفر لأمريكا لاستلام المتعاونين في تهريب كارلس غصن أفادت سجلات قضائية بأن مسؤولين يابانيين أجروا ترتيباتهم للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأيام المقبلة لاستعادة الأمريكيين الاثنين المتهمين بمساعدة رئيس شركة نيسان السابق كارلس غصن على الهروب من توكيو حسب ما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء وطالب مدعون اتحاديون من قضية المحكمة الابتدائية الأمريكية أنديرا تالواني في بوستن طالبوها أن ترفعوا وقف تسليم جريم بريت ومايكل تايلر ونجله بيتر حتى تتمكنوا السلطات اليابانية من احتجازهما عند الوصول كانت تالواني قد أصدرت أمرا بوقف التسليم يوم الخميس بعد تقديم التماس أو التماس طارئ من محامي تيلورز والذي قال أنهم علموا من وسائل العلام يابانية أن من المقرر أن يتم نقل الرجلين إلى توكيو في نفس اليوم علامة رحلة طيران من بوستن في الساعة الواحدة بعد الظهر ترجمة نانسي قنقر